يسعى صباحكم مرة تاني مشاهدين أينما كنتم في هذا اللقاء وهذه المحطة نتحدث عن مسرح الحارة هذا المسرح الذي يقع في بيت جالة عن العروض المسرحية عن أهمية المسرح وعن أهمية مسرح الحارة تحديدا عن الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية عن أهمية المسرح بكل هذا نتحدث مع سيدة مارينا برهم مدير عام مسرح الحارة بيت جالة أهلا سلافين أهلا فيكم ويسعد صباحكم ويعطيكم ألف عافية جهود كبيرة تبدل في هذا المسرح وذلك يأتي من أهمية المسرح من أهمية العروض المسرحية أهمية تدريب كوادر أيضا من أجل الاستمرار في هذا المسرح الذي يحاكي المجتمع بكل مكوناته خلينا في البداية نحكي عن مسرح الحارة اللي تأسس بالألفين وخمسة مضبوط وهاي المسيرة الحافلة بالعطاء مسرح الحارة تأسس بالألفين وخمسة من مجموعة صغيرة اللي من ضمنهم ممثلين ومقرجين وتقنيين وحاولنا من البداية أنه يكون المسرح له علاقة في المجتمع له علاقة في شو الاحتياجات والحاجات الاجتماعية والمشاكل الاجتماعية اللي بمر في هذا المجتمع ومن البداية نحن نؤمن أنه المسرح أداة قوية لإحداث التغيير فمن التأسيس من الألفين وخمسة لليوم نحن نكون بإنتاج أعمال مسرحية للأطفال والشباب والكبار نكون بتدريب مجموعات أطفال وشباب في مجال المسرح والدراما مش لخلق ممثلين لكن لإعطاءهم تمكين وقدرة على أنه يكون عندهم ثقة بنفسهم والجزء الثاني اللي احنا افتتحناه في الـ 2014 اللي هو مركز تدريب الفنون الإدائية اللي هو أول مركز من نوعه في فلسطين اللي هو منسمي بارك لتأهيل قدرات مهنية في مجال الإضاءة والصوت والديكورات المسرحية والملابس المسرحية وإدارة الإنتاج فمن الـ 2014 خرجنا أول مجموعة في الـ 2016 وهلا عندنا المجموعة الثانية إن شاء الله رح نخرجهم السنهان المسرح بيحاول ناخد مواضيعه من المجتمع اللي احنا فيه قبل ما أنتقل للموضوع يعني إيش الموضوع اللي بتم تداولها وعرضها ضمن مسرحيات مختلفة يعني استوقفني هذا الاستحداث تدريب الفنون الإدائية في العام 2014 بعد تقريبا أقل من عشر سنوات على افتتاح المسرح فهذا بالتأكيد إله أهمية تكمنها واندل على شيء يدل أيضا على النجاحات التي حققها مسرح الحارة خلال السنوات الماضية صراحة إحنا كنا شايفين من علاقتنا في كل المؤسسات التي تشتغل في الفنون الإدائية إن كان مسرح أو رقص أو سيرك أو موسيقى إنه فيه احتياج قوي لوجود ناس مؤهلين في مجال الإضاءة والصوت والتقنيات الديكور والملابس وإدارة الإنتاج فعملنا دراسة اللي شو أنسب نموذج ممكن يزبط الاحتياجات ما في فلسطين في النهاية إحنا مش السويد ولا النرويج اللي في عنده مسارح مؤهلة مجهزة عنده أكثر فعملنا دراسة من هاي الدراسة حسنا أنه فيه احتياج بنينا نموذج كمان بالتعاون مع معهد السويدي وزرنا نماذج مختلفة في العالم بنينا نموذج صغير لمركز تدريب مهني اللي بيدرب هاي الكوادر بعطيهم أجزاء إلها علاقة بالإشي النظري إن كان تاريخ الفنون الإدائية أو اللغة أو تحليل النصوص بالإضافة للجزئية العملية اللي لها علاقة في تنفيذ ديكورات مسرحية أو ديكورات للسرك لعروض رقص فهذا المركز بيدرب لمدة سنتين ومقسم مراحله لخمس مراحل من خلال استقطابنا لطلاب من حول ما نخلش عدد كبير من الطلاب لأنه في النهاية عارفين عدد المؤسسات الفنون الإدائية الموجودة في البلد فنأخذ فقط ستة لكل تخصص ومن خلال العمل معهم مع مدربين محليين ومدربين دوليين منبني قدراتهم ومن أهلهم إن يكونوا يشتغلوا في مجال الفنون الإدائية جميل جميل جداً وهذا سهل أيضاً في عمل المسرح طبعاً نعم إن يكون عندك كوادر أنت ندربها بالطريقة الصحيحة بناء على نماذج عالمية بهذا المجال مش بس لمسرح الحارة يعني إحنا بنشتغل للقطاع بشكل عام يعني قطاع الفنون الإدائية اللي موجود في كل الضفة الغربية وفي كل فلسطين في هلأ عنا شباب من اللي تخرجوا بشتغلوا مع معهد إدوارد سعيد للموسيقى في جامعة بيرزيت بشتغلوا مع مدرسة السرك بشتغلوا مع فرقة الفنون بشتغلوا في مسارح وفي قاعات مختلفة ومنتمنى إنه يكون في كوادر جديدة في المستقبل اللي ممكن كمان يروحوا يكملوا يدرسوا يرجعوا يدربوا عنا مش بس نجيب مدربين أجانب في النهاية اللي ممكن يرفعوا مستوى الفنون الإدائية بشكل عام فمنحاول نبني شركات إن كانت شركات محلية أو شركات إقليمية أو دولية اللي من خلالها إن أهل هذول الطلاب يكونوا جاهزين يشتغلوا في قطاع الفنون الإدائية نعم والاستفادة أيضا من التجارب على المستوى الدولي طبعا خلينا أروح لموضوع المواضيع اللي بتترقلها المسرح وكيف بتم انتقائها وعروضها من خلال المسرحيات والعمل المسرح زي ما حكيت إحنا من البداية سمينا نفسنا مسرح الحارة لأنه إحنا منحس إن إحنا جزء من حارة من الحارات اللي فيها قصص فيها تاريخ فيها حكايات اللي منحب ننقلها على خشبة المسرح المواضيع اللي منترحها عادة على خشبة المسرح الخاصة بالشباب وبالكبار هي مواضيع إلها علاقة في المجتمع واحتياجه إلها علاقة في القضية الفلسطينية إلها علاقة في إنه إحنا منوصل صوتنا كمسرح اللي هو أداة فنية بوصل للعالم وهي لغة عالمية بتوصل للعالم نترح القضايا اللي بعيشها الشعب الفلسطيني على الجمهور الدولي والمحلي في قضايا اجتماعية إلها علاقة في المرأة في قضايا إلها علاقة في إنه نعمل وعي لحق الأشخاص دوي الإعاقة في إنه يكون عندهم عمل يكون عندهم مهنة يكون عندهم مساحة يعبروا فيها عن ذاتهم فمنحاول نستقي من الاحتياجات الموجودة في المجتمع وعادة منعمل بحث إما من خلال باحث أو من خلال طاقم المسرح ومن خلاله نطلع النص المسرحي في غرفة البروفات مع كاتب مع مخرج مع ممثلين ومنحطه على خشبات المسرح فمثلا اليوم عنا إحنا جولة عروض لمسرحية ميرامية اللي هي مبنية على دراسة وبحث قامت في الدكتورة فيحاء عبدالهادي مركز الرواة بالتعاون مع كمان البيت الدنماركي جمعت شهادات للاجئين فلسطينيين منتشرين في العالم بعد النكبة وأخذت هذه القصص وادعتها في كتاب اسمه الذاكرة من هذه الشهادات المخرجة والكاتب ميرنا سخلة عملت مسرحية بتناقش هذا الموضوع عن ست أشخاص لاجئين اللي هم بعبروا عن اللاجئين في كل العالم مش بس في فلسطين وبتوصل صورة وحتى بتعطي تاريخ فلسطين للجيل الجديد اللي هو ما بعرف كتير عن النكبة فاليوم عنا عرض في نابلس في السيرك الصغير رح يكون يوم الخميس ساعة سبعة ومصر عرض في مصرح أشتار في رمالله ندعي كل المشاهدين يحضروا المسرحية لأن مسرحية جدا مهمة نتمنى نوصل لدول كتير في هاي المسرحية لنوصل صوتنا وقضيتنا للعالم إن شاء الله وطبعا هذه ضمن الأعمال المختلفة والعروض طبعا اللي بيقدمها هذا المسرح يعني هلا في عنا كمان قسم اللي إحنا بنعمل عروض مصرحية للأطفال ومنكون بتنظيم مهرجان دولي لمصرح الطفل والشباب اللي هو السنة الجاية رح يكون اسمه مهرجان فلسطيني الدولي لمصرح الطفل والشباب الثالث نسخة اللي منستضيف خمس فرق دولية وخمس فرق فلسطينية بيكون على مدى أسبوعين عروض مصرحية للأطفال والعائلة صباحا ومساءا والحمد لله نجحنا إنه يكون في جمهور للعروض لأن هاي مشكلة من المشاكل بتواجهنا في فلسطين اللي هو الجمهور المصرحي اللي بواكب وبروح يحضر عروض مصرحية في كل وقت فقدرنا إنه يكون في جمهور لأول مرة صرنا نشوف في المهرجان الأب والأم والأولاد اللي عادة نحن نشوف الأم مع الأطفال لكن في هذا المهرجان كان فيه إشي مختلف والحزنة إنه كل العائلة بتيجو تحضر العروض المصرحية وهو إشي كتير حلو في عنا كمان مهرجان الشارع أو كارنفال الشارع إحنا إلنا ست سنين من نفذو في منطقة بيت لحم السنة رح يكون بالتعاون مع بلدية رمالة في رمالة في شهر سبعة في ستة سبعة بالتحديد اللي منحاول نوصل فيه للجمهور أينما كانوا لأنه إحنا مصرح متجول إحنا ما عندنا قاعة مصرحية لكن منحاول نوصل لجمهورنا في المدن وفي القرى وفي المخيمات الفلسطينية منحاول نوصل للجمهور في الدول العربية اللي منقدر نوصل لها وكمان دولياً عملنا عروض وجولات في السويد في إيطاليا في ألمانيا في فرنسا في بريطانيا وإن شاء الله سنة نقدر نوصل مصرحية ميرامية على تشيلي والسلفادور اللي هو جنوب أمريكا اللي ولا مرة وصلناه لأنه في جالية فلسطينية كتير كبيرة هناك منحاول ننسق لعروض في هاي البلاد نعم، أنها توصل لكل مكان بزرق فهذا بالتأكيد شيء رائع يعني كنت عم بحكي أوه دائماً وهذا المتعارف عليه أنه المسرح أداة من أدوات التغيير في المجتمع ما زال يحتفظ بهذه المكانة؟ المسرح هو مش بس أداة هو صفة جزء جداً جداً مهم للتعبير جزء مهم على أنه نعبر عن أنفسنا نعبر عن مجتمعتنا نعبر عن القضايا اللي احنا منحب نطرحها اللي لعب دور كبير في عمل تغيير تجاه قضايا اجتماعية كبيرة في المجتمع المحلي بس كمان دولياً لعب دور كبير أنه يوصل اسم الشعب الفلسطيني واسم فلسطين دولياً صفة على خارطة العالم الثقافية والفنية ومستوى المسرح الفلسطيني يعني بغض النظر أي مسرح وصل لمستوى جد عالمي من نواحي فنية ومن نواحي جودة وأخذ جوائز بالرغم من قلة الإمكانيات أو شح الإمكانيات طبعاً 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 بناءه على أساس التعددية والتنوع الثقافي اليوم عم بوصل لمرحلة كتير مهمة اليوم نيحكي عن ترشح هذا المسرح لجوائز عالمية مسابقات عالمية عم بواقف قدام مسارح عالمية أهمية هذا الموضوع بالنسبة لكم أهمية المشاركة بهيك مسابقة والحصول على هيك جائزة هذا بتأكيد رح ينعكس كمان على الأداء المستقبلي وتحسين من نوعية ما هو موجودة حالياً إلا الأفضل والأفضل إن شاء الله صراحة يعني إحنا سابقاً حصلنا على جائزة المسرح اللي بشتغل في ظروف الحرب في 2006 من نيويورك والسنة إحنا اترشحنا من قبل أستاذة ريمة كنواتي اللي هي مديرة قسم التطوير في الجمعية العربية للتأهيل في بيت جالا لجائزة اسمها جائزة أيلان ستورت للمسرح جائزة أيلان ستورت تأسست من قبل مخرجة أمريكية من السود وهي أسست أول مسرح فيه تنوع ممثلين في 1950 هاي الجائزة بالإضافة للمعهد المسرح العالمي ولمهرجان في إيطاليا اللي بيرشحوا فيها المسارح اللي بتشتغل على التغيير المجتمعي فإحنا تقدمنا من قبل أستاذة ريمة ومن قبل لجنة اختارت مسرح الحارة الوحيد من فلسطين اللي يكون من ضمن عشر مسارح من دول مختلفة اللي هلا بيكون في مرحلة التصويت بس مرحلة التصويت جداً مهم الشعب الفلسطيني يصوت لنا عشان نحصل عليها مش عشان مسرح الحارة ولا هي جائزة مالية هي مش جائزة مالية هي جائزة معنوية لكن عشان يوصل اسم دولة فلسطين وفلسطين في العالم المرحلة التالتة هي أنه رح نقدم لمشروع إنتاج مسرحي صغير رح نعرض في مهرجان في إيطاليا في منطقة أمبريا ورح نعرض في نيويورك في مسرح لماما فمنتمنى أنه نحصل على هاي الجائزة في تنافس كبير ما بيننا وبين الباكستان ولبنان في التصويت فمنتمنى أنه كل أصدقائنا وجمهورنا وأحبائنا أنه يصوتون لنا في كل العالم إن كان دولياً أو عربياً أو فلسطينياً لأنه نوصل للمرحلة الأخيرة التصويت رح ينتهي في ٢٨٨٢ ممكن كل الناس يدخلوا على صفحة مسرح الحارة أو على صفحة ellenstewart.net ومش رح يأخذ عشر ثواني لعملية الفوتينج لمسرح الحارة وإن شاء الله نوصل لها لأنه معنوياً جائزة جداً مهمة أنا شخصياً أول ما أطلع من الستوديو رح أدخل على موقع مسرح الحارة على الفيسبوك على الفيسبوك أو على الويبسايت تبعنا موجود الحارة.org أو على نفس ellenstewart.net موجود الفايناليست لإلن ستويت أورد سيكند إديشن هي النسخة الثانية تاني مرة بيعملوا هاي الجائزة أنا كمان بدعوا المشاهدين يدخلوا على الموقع اللي ذكرته ونصوت كلياتنا لمسرح الحارة اللي رح يعود علينا بالتأكيد بفلسطين برفع اسم فلسطين دائماً عالياً بكل المحافل و بكل التخصصات و بكل المجالات أيضاً أنا أحب أشير كمان لنقطة ستة مرينا مسرح الحارة اللي استهدف كمان الأشخاص من دول إعاقة اللي استهدف مفهوم ومضمون نشر الوعي في المجتمع الفلسطيني من هذه الفئة من الأشخاص فهذا جانب مهم جداً وكيف استطعتم إيصال هذه الرسالة؟ صراحة إحنا من التأسيس طبعاً إحنا من آمن في هذا الموضوع إيمان شديد هلا جزء من العمال اللي عملناها كان مبني على دراسات عن احتياجات مثلاً المرأة المعاقة وعملنا مسرحية اللي عملناها مسرحية إنتاج مشترك بيننا وبين مسرح السويدي هما كان عندهم ممثلة عندها إعاقة جسدية إحنا ما فيش عنا ممثلات اللي موجودات اللي بيشتغلوا تمثيل فعملنا ورشة عمل دعينا فيها صبايا موهوبات جداً مكفوفات وعندهم إعاقة بصرية وعملنا الورشة مع المخرجة واخترنا صبية اسمها شريهان الحدوى اللي هي كانت في المسرحية عن الموضوع الإعاقة فوجودها على خشبة المسرح مع ممثلين عندهم إعاقة أو ما عندهم إعاقة لعب دور كتير كبير أنه يعطي مجال لأشخاص وصبايا أنهم يأتيوا يسجلوا في المسرح أنهم يأخذوا ورشات عباد في المسرح ويكونوا جزء لأنه من حقهم وعندهم قدرات رهيبة في أنهم يكونوا موجودين في كل المجالات مش في مجال محدد ممكن يكونوا راقسين ممكن يكونوا ممثلين ممكن يكونوا مذيعين عندهم مواهب وعندهم قدرات ربنا عطاهم قدرات أخرى اللي جد أثبتوا جدارة في وجودهم في المجتمع وإحنا كتير فخرين أنه عنا رئيس الهيئة الإدارية تبعات مصرح الحارة اللي هي هلا الأستاذة ريمة كنواتي هي عندها إعاقة بصرية وإحنا كتير فخرين أنه هي رئيس الهيئة الإدارية تم انتخابها من قبل الهيئة العاملة لمصرح جيد جيد إحنا دائما نتمنى لكم كل التوفيق وهاي الرسالة اللي بقدمها مسرح الحارة أنه توصل للجميع المسواء المحلي العربي والدولي أيضا مزيد من التمييز والإبداع نتمنى لكم يا وإسعد صباحك تفضلي شكرا ززيلا شكرا لتلفزيون عودة ومنحب بس إشارة صغيرة اللي أنا ما ذكرتاش إنه إحنا عودوا في شبكة الفنون الأدئية الفلسطينية اللي هي شبكة كتير مهمة اللي منتمنى إنه تكبر ومنتمنى إنه يكون لها دور في نشر الوعي والثقافة والفنون في فلسطين شكرا لكم شكرا إليك شكرا وإسعد صباحك ستة مارينا برهم مدير عام مسرح الحارة الفلسطيني بيت جالة ويعطيك ألف عافية أنت وكافة الأعضاء والعاملين في هذا المسرح مزيد من التقدم والإنجازات إن شاء الله شكرا ززيلا إسلامي إذن نتواصل معكم في محطات ولقاءات صباح موطني لهذا اليوم لكن بعد الفاصل بيساة صباح